الينا طبعا هنتكلم عن وحدة جديدة وهي وحدة الفلاش رام والوحدة دي اسي دي بتعمل كالاتي بتنظف الزاكرة الموقتة وبتنظف التطبيقات الموجودة في الخلفية لو انت معارف الزاكرة الموقتة يا جماعة وكتري احنا نشغل اي تطبيق بيقوم بياخد مساحة في الرام المساحة دي حتى لو قفت تطبيق بعض مرة بيكون التطبيق بتاعك يعني ماخدة تمام الماخدة دي احنا بنسميها الزاكرة الموقتة هو بينظفها ليك الوحدة دي بتنظف لك الزاكرة الموقتة وبتقفل التطبيقات الشغالة في الخلفية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبعا عشان نقوم أسبت الوحدة دي وفعلا أنا محتاج لتطبيق المحاكي الموجود جميع تطبيق المجلس منجر عشان الناس اللي بجرد لي طوالي وعشان يسبدوا الوحدة دي عندها 3 وضع الوضع الاول هو الوضع الامن الطبيعي يعني وعندك الوضع العدواني اللي هو بنظف اكتر يعني بيقفل التطبيقات اكتر من الاول الوضع الامن وعندك الوضع المتطرف ضل بنظف لك اكتر وبحاول بخليك مساحة اكتر من الرام بداحتك الموجودة في الجهاز طبعا ده بيكون احسن بالزات مع التلفونات الضعيفة وبرضه بيشتغل مع التلفونات الرامات عالية برضو ما فيش كال في كل التلفونات بيشتغل لكن طبعا بنظف لك كله يعني ما كانت مساحة الرام اكبر كله ما نظف لك اكتر يعني يعني الزول الرامات اربعة ما بنظف له زي الزول الرامات تمانية. يعني تمانية حتكون مساحتها اكبر من زور راماته اربعة. طبعا كالعادة طبعا احنا اول حاجة حنمشي للمجلس مانجر. طبعا حسبت الوحدة يدويا. حنمشي للاضافات. طبعا حتختار من الزاكرة. حتشوف انت الوحدة خطيها وين? في الداولوت في اي منطقة. بعد ما تلقى الوحدة بتاعتك اندهلها في الاشرام. تضغط عليها وتعمل عملية التسبيط المعروفة اللي عندنا. طبعا لو عملت الكلام ده. الاجراءات ما حقدر عملها. لانه نصلا سبتها. هحتاج انها شغل الجهاز ويعيده. طبعا حنمشي لها الوحدة انا عندي مسبدة. في الاشرام. هتلقاها بالشكل ده مسبدة معك. طبعا كاللاحظت عندها تلاتة اوضاعك هتبلك حتى جو هنا. يلا. انا حقوم فعلا الاوضاع دي كيف? اول حاجة طبعا حنصدر التضيق بتاع المحاكي. طبعا محتاج صلاحيات الروت. بعد ما يفتح معك بعد مرات. بعد ما يفتح معك هتكتب سي يو وتعمل انتر اللي هو السهم النازل الملوي له. كده بيقوم بديك صلاحيات الروت. بديك رسالة انه شنو ياخد صلاحيات الروت. طبعا دي ازا ما جدت الرسالة في الاول. بعد ما اخد صلاحيات الروت عشان تقوم تكتب الامر بتاعنا. طبعا احنا عندنا تلاتة اوامر. الامر الاول بشغل لك الوضع الامن. الامر التاني بشغل لك الوضع العدواني. الوضع التالت بشغليك الوضع المضطرف شديد. اللي هو منضيف اكتر. حتكتب اس اس يو تعمل فاصلة. اللي هو اول اللي هو بعد كده تختار شرطة. تكتب حرف السي. تاني هتعمل فاصلة. هتكتب فلاش. سوري. اف. ال. يو. سي. اتش. لاحظ دي وقت ده قمت اضغط عليها. حتتديك الوضع الاول. اللي هو الوضع الامن. لو جمك المدفلاش دي كتبت اتنين بدون فاصلة. اتنين طوالي. حتتديك الوضع العدواني. اذا مزحت الاتنين وكتبت تلاتة. حتقوم تديك الوضع المتطرف. طبعا انا ما حقدر جربهم كلهم في نفس الوقت لان انا شغال بسجد من التلفون. لو قمت شغلت اتنين. التطبيق بتاع تسجيل هيكفر معي طوالي. عشان كده انا حقوم نشغل شنو? حقوم نشغل الوضع الامن. بعد ما كتبت سي يو. او سوري. اس يو. نعمل فاصل. نعمل مساحة. بعد كده نكتب اه اللي هو شرطة. سي نعمل بعد كده مساحة. نكتب كلمة فلاش. وكتبت تضغط على انتر. هتشغل الوضع الامن. ازا قبات هتضغط على انتر وكتبت اتنين قلنا بشغل الوضع العدواني. وازا بدل اتنين كتبت ثلاثة طبعا واربعة. كويس يعني بدل طيعة الملصقات. هيشغل ليك الوضع شنو? اللي هو ان احنا بنسمي الوضع على المتطرف. منها ضغط نشوف. نركز معي شفتها? طوالي قداني التفاعل يقل لي save mode. ضغط ووضع ايشنو? الوضع الامن. طبعا ممكن تفاعل طوالي الوضع ايشنو? الوضع البعدي هو طوالي. هتكتب هنا هتكتب اس. يو تعمل قلنا مساحة. هتعمل بعد كده. شرطة. هتكتب حرف السي. تعمل شرطة فاصلة. تكتب كلمة فلاش. بعد كلمة فلاش. تكتب اتنين. وتعمل انتر. بشتغل معك الوضع العدواني. بعد كده برضو ممكن تعمل نفس الحكاية وتكتب بدل اتنين تلاتة. تعمل انتر. بشتغل معك الوضع المتطرف. طبعا انا ما حقدر شغل وضع عندلك لانه قدت هيكفل لي الفيديو بتاعي. كده انا اوريتك الفكرة الحاصلة في الموضوع. انا كده اوريتك طريقة تفعيل الاوضاع التلاتة. طبعا ما حتكون شغالة طوالي لانه قد بعد ما تشتغل تلعب. المساحة تاني حتتملي حتتطر انك تعمل الحركة دي كل ما تجي دار تلعب او حسيت الجهاز بيقى تقيل لازم تتبع الخطوات دي. وبالجد حينظف لانه لاحظت وكتجربت الوضع الاول ووضع التاني ووضع التالت لجد بتجد بنضيف الزاكر المواقة ويكفل التطبيقات كلها. المشغالة في الخلفية. يعني بتجد الوحدة دي شغولة تمام. بس محتاجي انك تفعيل صح. ويسا طبعا انا ضربت ليك الميزال قبل شوية. نقوم نكرر تاني. في لاش? طبعا ما حكت باتنين قدت حكت بالوضع الامين. تضغط على انتر. لاحظ معي. بتاني حيتفعل معك شايف. قدت معك طوالي. الان طبعا لو شغلت قدت الوضع على العدواني. الشغلانة شنو? حتقوم بتكفل معي التلفون طوالي. الفيديو بتاعي. طبعا حقلت لك الاوامر التلاتة بتاعة الطريقة التفايل. حقلت لك ديعت اسفل الفيديو. وحقلت لك برضو طبعا تطبيق المحاكي لو ما عندك. يعني ناصلا موجود في جوجل بلاي. ممكن تكتب وتلقاه طوالي. لكن برضو زي ما قالو للزيادة بتاعة المعلومات. كده انا خلصت كلامي ووريتك الوحدة دي بتعمل على تنظيف الزاكرة المؤقتة وغفلة تطبيقات الموجودة في الخلفية. لو عندك اي كلام ممكن تكتب لي تحت في التعليقات. في حياتاني. طبعا الوحدة دي بتشتغل مع كل الوحدات. مع كل الوحدات. ما بتضعارض مع اي وحدة. بتشتغل تماما في السليم ما عند اي مشاكل. وبتشتغل مع كل نوع الاجهزة. ما عند اي مشكلة. طبعا ما تنسى الاشتراك في الغناء. وتبعي زر الاشعارات عشان نجي يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.